بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم عملي وبيحدث فجأة عن طريق الخطأ وهو سك بالماء او الشاي او اي سائل على اللابتوب بيكون الواحد عم بيشرب ماء مثلا وبدون قصد بينسك بالماء مثلا عندي كاسة هون او انينة مثلا وعم بشرب وحطيتها وعد فجأة هيك فتنزل الماء على اللابتوب نخسر كل شي اذا ما اخدنا احتياطاتنا وفورا تصرفنا بسرعة شو هو التصرف اللي ممكن انه نساويه بسرعة حتى ما نفقد اول شي الملفات المهمة على الجهاز وثانيا حتى لا نخسر اللابتوب بشكل عام الحركة السريعة طبعا اللي منضمنها انه عدم تلف الجهاز باذن الله اذا كان اللابتوب مثل هذا اللي عندي انا بدون بطارية ما حاطت البطارية من ورا بكون عندي هو معناها موصول بالكهرباء مباشرة انا اذا سحبت الواصل الكهرباء هذا فورا بينطفي الجهاز مثل ما انتم شايفين فما بعود في مجال انه يكون في خطأ فورا احنا بنبعد عنه ومنعمل اللابتوب فورا رأسا على عقب ومنقلي بالجهاز بالتالي المي ما بتتسرب للاجهزة تحت متل ما ملاحظون عندي البطارية فاضية هون فورا انطفى الجهاز والمي ما تسربت لتحت بالعكس هللا المي بده ترجع تخرج من محل ما دخل الحل الثاني طبعا هلأ انا رجعت شعلت الجهاز قدامكم هلأ مشعل جاهز فرضا انا قلت لكم انه ما عندي بطارية هلأ لو في بطارية هذا الحل اللي انا سحبت فيه السلك ما بفيد ليش لانه البطارية بتضل شغالة وبضل الجهاز شغال الحل الوحيد هلأ اللي السريع اللي راح نسويه هو الضغط على زر التشغيل والاطفاء اذا ضغطنا عليه باستمرار انطفى الجهاز طبعا هلأ بالحالي هاي كمان بفصله من الكهرباء وفورا بقلبه رأسا على عقب وبالتالي كمان نفس الحركة اللي سمناها بالأول تنزل المي وما بتعود يتسرب للأسفل هاي بالنسبة للخطوة السريعة الفورية هلأ بعدها بتيجي خطوات حتى نشوف شو تأثير المي عنا او الشاي او السائل داخل اللابتوب راح نتابع معكم حبايبنا بعد فصل الكهرباء عن اللابتوب مثل ما شفنا بطريقتين اما فصل الكهرباء مباشرة او اغلاق الجهاز وقلبه رأسا على عقب مثل ما شفناها بعدها مباشرة نفصل بطارية اذا كانت موجودة ومنفصل جميع الملحقات مثل الفلاش ميموري والأوس بي الماوس او اي شي احنا واصلنا بالكمبيوتر وهيك صار فينا نتعامل معه بحرية ونحاول نجفف المي الظاهرة عليه او اللي منحوله بمناديل قماش جافة او مناديل ورقية وانشعرنا انه كمية الماء اللي دخلت بسيطة يمكن تشفيفها بتعريض اللابتوب لتيار هوا من مروحة مثلا واياكم واستعمال السشوار الشعر الحار لانه يؤثر على الاجزاء الداخلية او حتى ما نعرضه للشمس المباشر كمان الحرارة بتأثر عليه ومنترك الجهاز مدة من 24 ساعة ل 48 ساعة على الاقل قبل وصل التيار الكهرباء المباشر او قبل انه ما نرجع البطارية اذا شفنا انه كمية الماء اللي تغلغلت للداخل شوي يعني كبيرة ممكن وضع مواد خاصة مثل السيليكا جيل اللي شايفينا هلأ بالصورة او بالصور وعادة بتكون هاي بالاجهزة المخزنة بالمخازن او بالاحذية منشوفها احيانا ضمن العلب حتى ما تتعرض لرطوبة او بتنتصي الرطوبة بشكل جيد المهم نضعها في وعاء محكم على قد اللابتوب ومحكم الاغلاق طبعا لازم يكون ومنضع اللابتوب داخل هاي المادة طبعا منحط مادة في هي بتنباع بالسوق بكياس صغيرة او فلت مثل ما شايفين منتركها داخل هذا الوعاء المغلق لمدة يومين او ثلاثة حتى تنتص هاي المادة الرطوبة اللي داخل الجهاز اذا كانت كمية احنا شايفينها مش كتيره واذا ما عنا هاي المادة كمان فينا نحط رز جاف كمان الرز طبعا متوفر بكل بيت فينا نحط نغمر الكمبيوتر كمان مثل ما شايفينه ونغطيه طبعا ما المناطق المفتوحة المناطق اللي ما مفتوحة نغمره بالرز الجاف حتى يمتص قمان الرز بيمتص طوبة اللي داخل الجهاز اما اذا كانت كمية الماء او الشاي او العصير كبيرة فانا ذلك يحتاج الى فك لوحة المفاتيح مباشرة حتى انقيم المي اللي جوه وطبعا هذا يتطلب خبرة وسابق معرفة او البحث في الانترنت على الطريقة اللي لازم يفك فيها لوحة المفاتيح واذا وجدت انه هذا الشي صعب بالنسبة اليك يفضل لنضمن اعادة الجهاز للعمل انه ناخده بعد ما نتبع طبعا الخطوات السابقة فصل الكهرباء ونقلبه ونجفف اللي حوله ممكن ناخده لمركز صيانة متخصص او عند وكيلي الشركة اذا كان في معه كفالة صالحة لانه بعض الكمبيوترات طبعا بتكون جديدة وحرام بتكون في معه كفالة حتى شو اسمه طبعا بصلحه وطبعا دعائنا للجميع بالسلامة وعدم التعرض لمثل هاي المواقف والحرص والاحتياط دائما واجب بنشكر كل حبايبنا المشترقين والزوار على متابعتهم وتفاعلهم معنا واللي عم يتابعونا من جديد وعجبتهم القناة وبحبوا يتابعوه معنا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ونعيدكم كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد ان شاء الله واللي عنده اي استفسار او سؤال يضعوا باسفل الفيديو في التعليقات ورح نجاوكم باسرع ما يمكن ولكم كل التحية ودمتم برعاية الله وحفظه